ونفرج الناس عليك. في مشكلة. اه. انت لو انت محايد للجميع وده حقيقي. تمام. بس جمهوري الزمالك بيشوف كريم حسن شحادة انت بتاعنا. اه. بيزعلوا مني على طول. هي دي بقى النقطس. ان لو مسلا تيجي تطلع تقول والله لا اجماعة. الجمهوري الزمالك كان النهاردة عمالي يقول ان الخطأ التحكيمي كان فيه خطأ التحكيمي فاجئة بتقول لا ده مكنش خطأ التحكيمي. او تجيب حد يقول ان مكنش خطأ التحكيمي عادي. بيقولك ايه الحادة كانين محسنش حادة مش معانا. ما هي مش قصة مش كده مش معاك او مش مش معاك. انت بتقول الحق اللي انت شايفه من وجهة نظري. ممكن يكون هدف صحيح للزمالك. وما تحسبش. صح. ادافة عن اله. هي بتبقى رأي. وطبعا من خلال الكورة انت عارف قانون الكورة. وساعات بيبقى فيه حاجات ما نختلف فيها في الخطوط في الفاولات اللي بتبقى حاجة تعادرية. لكن انا تعودت اقول رأي. ضد الزمالك ضد الاهل معها. مع الاسماعيلي ضد. يعني حسب الموقف. انت بتقول رأيك بدون انتماءات ما احنا قلنا في الاول. انت بتقعد قدام يعني في برنامجك. قدام الكاميرا انت راجل. بتقول رأيك. المجرد من اي انتماءات. لو انت اشتغلت بالانتماءات. الدنيا مش هتباكوش. دايما اقول كمان بس كني ما حسنش حاجة عشان انت خلاص انت معروف انه راجل زمالك او. هو اكيد بيحب نادي الزمالك. جدا. بس مش يحب نادي الزمالك او اكيد بيحب نادي الزمالك. بس مش يحب نادي الزمالك اكتر من نفسه ومن شغله. بصبب. فانا لو تلقيت في شغلي بوسته عشان خاطر نادي الزمالك. انا اثرت على نفسها اقوى. لأ وبعدين الناس اللي قاعدة قدامي التلفزيون. اسكية. صح. مش هتطعب تتحكي عليهم. تتحكي عليهم ليه. انت معلش انها في منافسة ما بيننا في برامج كابتن شوبير وكابتن ماتحة شلبي. والزميل سيف زهر. وابراهيم فاي. وحتحوت. وانت. وانا. والبرامج الاخرى طبعا. يعني مش. كل الناس العظيمة اللي بتشتري. انت دي في منافسة. صح. كل واحد بيجتهد. صح. احنا كلنا على فكرة بنطلع في وقت واحد. وفيه كابتن ميدو وكابتن بركات برضو في قناة المحورة. كل الاسمال العظيمة. طبعا. طبعا. فكلنا من لتنافس عشان نمتع المشاهد عشان تسحب المشاهد. يتفرج عليك. مظبوط. فلازم تشتغل صح. باحيادية. وزي ما قلت لك. تبقى البرنامج بتاعك فكراته متنوع. وفيه رياضة كتير. وفيه اكتر من القراءة واكتر من الرأيك انت الشخص يعني. صح.